بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي. محبا بكم عندي في القناة. إن شاء الله يربي تكونوا مزيانين وفحسن أحوال دي لكم. وثم ما كتشوفوا هذا الفيديو يوم البنادي تشارك معكم هذا الكيك اليومي الرائع اللي هو بطريقة مختلفة وبتلاب نكاهات كي يجي رائع في الشكل وحتى في المدق يعني هو كيك عادي ولكن أنا من ثبوح الطريقة مبتكرة وجديدة. إن شاء الله تجربوه ونمتكد أنه غضي نميعجب دي لكم بإذن الله. لأول مرة تفق عنديي لي ما تنساش تشترك وتضغط على الجارس ودبا مقام على المقادير. بالنسبة المقادير غدي نحتاجوا لاتة ديال الكسان ديال بحين كاس ديال حليب. بالنسبة الحليب البنات خصو يكون بحارات المطبخ أول يكون دافي شوية ما يكون شي بارد من كلاجة. غدي نحتاجوا كاس ديال زديد كاس ديال سكر. كلتة ديال ببيطات. ببيطات تحت هما خصو يكونوا بحارات المطبخ ما يكونوا شي يلا خرجتهم بكلاجة. قد يحتاج مغرفة كبارين كاكاو الحلو يعني هادك الكوبيل وقد يحتاج شوكولات و لوز ايفي للتزيين يعني نحتاج مغرفة ديال كاكاو المر مغرفة صغارين ديال خمال الحلويات مغرفة ديال الفاني ورشة ديال الملح سفي البنات مثبا طريقة ديال التحضير فهي طريقة عادية ديال الكيك يعني غادي نخدم الكيك ديالي عادي تان اخر مرحلة عاد غادي نقسم الكيك ديالي سفي غادي نضيف هنيا البيتات و الفاني ورشة ديال الملح والسكر وغادي نبقى نتربو محتي ولي الخالط ديالي ابيض سفي البنات بعد ما الخالط ديالي كيف كتشوفو ولا ابيض غادي نزيد دبع الزيت ونطرب وغادي نزيد الحليب واخر حاجة اللي غادي نزيده هي الطحين والخمال الحلويات وطبعا كيف ما كنقولكم دائما الطحين خصوه يتغربل ضروري قبل ما نضيفوه من الكيك انتو ما ابنت كيف كتلاحظو كنضيف الخميرة وطحين ديالي وكن غربلهم ضروري لبنت هاد المرحلة يعني من الاسماب اللي كيخلي الكيك ينجح معاكم سفي غادي نترب هاد الخالط ديالي ومن بعد غادي ندوز باش نقسم هاد الخالط ديالي على ثلاثة ديال الاقسم يعني غادي نحتفض بواحد بنكها العادية اللي فيها غير الفاني وبنسبة للتانيين غادي ندفع لها واحدة فيها الكاكاو الحلو يعني هاد الكاو بال والتانية غادي ندفع لها كاكاو المر سفي غادي نمزج الخالط ديال الكيك غادي ننضيف مغرفة مغرفة هنا يدي الكاو بال وهنا يدي الكاكاو وغادي نمزج الخالط غرب الخالط عادي محتش نطرب لانه صفي لانه ديال الخالط ديالنا نساج مزيان صفي وغادي ندوز باش نجيب المول ديال اللي غادي نعمل فيه هاد الكيك هادي نسبة لاني انا استعملت هادك هادك المول الطويل صفي البنات هاده هو المول اللي غادي نستعملنا ممكن تستعملوا اي اي مول البنات ديال الكيك وتسعملو نفس الطريقة صفي هنا يغادي نعمل في الطبقة ادهنته طبعا في الأول البنات بالزبدة ضروري وهنا يغادي نعمل كطبقة الاول س beats التي عملت فيها الكاكاو المر علي نوز confirms ذيان في です والشيء اللي غادي نفرق به بند الطبقت هو الكاكاو والبنات يعني انتم عملوا في شي صفاي ولا شي حاجه غرب له انا عندي هاد اللي كان رش بها الكاكاو غادي نستعملها تم عملوا ذيك الصفاي يعني ارشوا طبقات تكون جيدة باش هي اللي هدي تفرقنا بين طبقات سفي دبا غادي نجيب طبقة تانية اللي هي الطبقة اللي فيها الكوبيل وغادي نعملها فوق هاد الطبقة التانية الطبقة الاولى عفون هذي كطبقة تانية سفي وغادي نحاول مزعتها هي مزيان فوق هذيك الطبقة الاولى وغادي نعمل نفس العملية البنات وغادي نعمل غادي نجيب هذي الكاكاو المرعا وتانية ومفرق بينه وبين الطبقة الاخيرة كجيشكل دياله رائع البنات هي كيف لاحظته عادية ولكن كيجيشكل يعني جديد ومبتكر كجي رائعة كما كنعرفوا بان العين كتاكل قبل الكرش كما كنقولو يعني كنما فيها باستين ثانية بالدل مره مره من الشكل ديال الكاكلي كيعدل دائما سفي هذي الطبقة الاخيرة اللي احتفظنا بها بنكهة ديال الفاني غادي نوزعها مزيان فوق هذي الطبقة الثانية وغادي نزيين البنات باللوز ايفيلي وبالحبوب ديال الشوكولة طبعا عندكم اختيار تزينو باي شيء بغيتو ممكن تخليوها عادية تن الاخير وتدهنوها في الوجه ديال الكونفيتور او العسل وتدردر عليها ديال الشوكولة الشعرية يعني كيبقى عندكم اختيار نتوما بطريقة ديال التزين ديال الكاكلي طرف البنات من بعد ما غادي نساليها بالتزين غادي ندخل الفران على درجة حرارة 180 درجة الفران ما يكونش البنات تسخول يعني ندخلوها والفران باقي بارد حتى ندخلوها عادية نشعلوها صافي 180 درجة ونشعلو غير من تاحد صافي غادي نخلوها حتى طيب البنات مره عادي نشعلو خمسة ديال بقاية قلق خرانية عادي نشعلوها من فوق باش غير تتحمر صافي هاي كيف كتشوفو البنات كيف كتطلع كنجي فن البنات كتمنى انا كنتجربوها ان شاء الله هاي البنات اللي كاك ديالين بعد ما خارجت فران وقطعتها كيجيو هادك الطبقات هكذاك ثلاثة ديال الطبقات المنظر رائع وكيك يومي يعني نبدلو به فهات الشهر المبارك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بنات شوفكم فيديو جديد كنتمنى ان الفيديو يكون خفيف عليكم يلا عجبكم فيديو خليوا لي لايك وتعليقات ديالكم ان شاء الله نشوفكم فيديو جديد في امان الله وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة